دكتور جمالة عبدالجوهد احنا ليش اتأخرنا عليك انت الدكتور بس خليني اروح للدكتور جمالة عبدالجوهد وانا يعني الاخوة من فلسطين بتكلموا هما اللي بين اساسة علم السياسية لهم يعني باع طويل في التحليل وفي الامام بكل القضايا السياسية والقدونية وانا متابعه بالحقيقة يعني عبر وسائل اعلام كثيرة ولقاءات اخرى كثيرة لكن هما بتكلموا لاحظت انه بالتأكيد السياق اللي بيحكيه الدكتور ايمن والدكتور جهاد سياق كاشف لامور على الارض وامور ايضا مخفية على العالم العرض وفيه تاريخ بيرصد والتاريخ سيكون قاسي باحكامه على القائمين على هذه القضية من الداخل الفلسطيني لانه لم يعود الان يعني الطرف الاحتلال فقط هو الذي يمارس الصلف والتكبر والعنف وانما بين الفلسطيني الفلسطيني بعضها وبعض فانتقل المربع وكان هناك خطة لالهاء فلسطيني فلسطيني بعيدا عن المصر الفلسطيني الاسرائيلي خليني خليني ابدأ بان انا اقول ابدأ كما شئتا دكتور انه جيد جدا ان تنعقد الجولة المبحثات او محاولة المصالحة في العالمين في انقرة في اي مكان في العالم مهم ان يتواصل الجهد من اجل التواصل الى مصالحة فلسطينية لابقاء قنوات الاتصال ما بين الاطراف الفلسطينية قائمة للتأكيد على شرعية عدم شرعية الانقسام لربما تأتي لحظة او فرصة يكون فيها تكون فيها المصالحة ممكنة فتتحول من مشروع ومحاولات الى واقع على الارض لكن خلينا اقول علينا ان نواصل هذا الجهد العقد مصالحة دون ان نعلق امالا كبيرة على ان المصالحة ستتحقق فعلا 20 سنة تقريبا قربنا من العشرين عاما من الانقسام الفلسطيني وأربعين محاولة حضرتك 21 هتيجي الاربعين هنوصل الاربعين هدو كلكم محباطين لا يعني تحريك للمياه الراكدة مهم ان تنعقد هذه اللقاءات لكن سياسيا لا يجب تعليق امال كبيرة على تحقق الامال المصالحة الفلسطينية في ظل الواقع الراهن واللي حصل في فلسطين ليس غريبا يذكرنا بمواقف سابقة حصل فيها في بلاد انقسام البلد الواحدة تنقسم الى جزئين بحكومتين باديولوجيتين سياسيتين كان عندنا فيتنام عندنا كوريا عندنا المانيا الشرقية والمانيا الغربية عندما تحدث هذه الانقسامات على الارض مرتبطة بمعززة بصراع على السلطة ومعززة باديولوجيا لا تنتهي طواعية المانيا لم تتوحد الا بعد زلزال سياسي كبير جدا اسمه نهيار للتحالي سوفيتي وتوحيد المانيا وحدة فيتنام لم تتحقق الا بعد الانتصار الكامل لفيتنام الشمالية في الحرب وانسحاب الولايات المتحدة لانه ما فيش زلزال كبير من هذا النوع حصل في شبه الجزيرة الكورية ما زالت شبه الجزيرة الكورية مقسمة نحن لدينا في فلسطين وضعا مشابها الزلزال ليس بيدنا ليس بيدنا أن نصنع زلزالا بحجم انهيار للتحالي سوفيتي أو بحجم الحرب الفيتنامية وبالتالي علينا فقط أن نواصل الحديث والسعي لكن ألا نبني خططا سياسية كقادة مسئولين ومسئولين أمام التاريخ اللي حضرتك تحدث عنه وأمام شعوبنا مرهنين على أو يعلق نجاح هذه الخطط على المصالحة الفلسطينية لن تحدث المصالحة الفلسطينية قريبا يجب أن نواصل الجهد دون أن نعلق أملا هذا ما أتصوى لم يعد هناك فرق مهم في الحقيقة ما بين السلطة الوطنية وما بين حركة حماس لم تعد حركة مقاومة إذا كان في البداية هو دا كانت الزريعة للانقسام نحن نقاوم وهم يمفاوضون لم تعد هناك مفاوضات أصلا يعني لم تعد أصري المعنية بالمفاوضات مع الفلسطينيين فلم يعد هناك أحد يفاوض ولم تعد حماس تقاوم أصلا حماس تتولى بتلعب دور تقريبا للعبات السلطة الفلسطينية بتلعب وهي مع حركة الجهاد ومع حركات فلسطينية أخرى لأنها تحولت إلى سلطة أمر واقع معنية بالحفاظ على الهدوء بتسيير حياة الناس فمن الناحية العملية لم يعد هناك فارقا يبرر هذا الانقسام ومع هذا صراعات السلطة على خلفيات إيديولوجية عندما ترسم لها خرائط على الأرض تستمر لفترات طويلة فعلينا أن نتعامل مع هذا كأنه باعتباره واقع سيعيش معنا لفترة قادمة ونرسم سياسات واستراتيجيات على أساس هذا المتهم على أساس هذا الشيء ولا نعلق فشلنا فشل استراتيجياتنا على وجود الانقسام ده نقطة أولا نقطة أخرى أنه هذه الجولة من المباحثات أو محاولات المصالحة ضرورية لأنه في تغيرات كبرى بتحصل في المنطقة في فلسطين في إسرائيل في العالم وربما يعني بعض لفت النظر لها اختبار قضية المصالحة في إطار هذه المتغيرات الشديدة الخطورة والأهمية والأساس أشاروا إليها تغيرات إسرائيل تغيرت جدا إسرائيل يعني نحن إزاء حكومة معنية بمزيد من العنف مزيد من التوسع مزيد من خلق الوقاء على الأرض هذه حقيقة جديدة مختلفة تماما عن الوضع السابق اللي هي حكومة إسرائيل اللي كانت معنية بتثبيت الوضع الراهن الفلسطينيين معزولين وراء الجدار وإحنا على الجانب هذه الحكومة الإسرائيلية معنية بكسر هذا الجدار وضم ما بقي بأساليب خبيثة إلى الفلسطينيين فإعزان إحنا عنده مفترق طرق إسرائيلي إحنا عنده مفترق طرق فلسطيني لأنه الأجيال الأحدث من الفلسطينيين سائمت القيادات القديمة سائمت الصراعات وصحيح ما زال فتح حركة رئيسية ما زالت حماس حركة رئيسية لكن فيه أجيال جديدة ولها تشكيلات مسلحة بتحاول التصرف بحرية وهذا يخلق واقع جديدا في فلسطين العالم نفسه يتغير وتغيرات العالم معقدة يعني مش عايز أطيل فيها لكنها بتخلق قيود شديدة وبتخلق أيضا فرص لكن علينا أن احنا ندرس ده بجدية وانطور استراتيجيات والتكتيكات تتجاوز الكفاح القانوني اللي الفلسطينيين أبدعوا فيه يعني الأمم المتحدة والقانون الدولي وكذا لأنه في سياسة نعلم حدود القانون الدولي وحدود المواصيق الدولية والرأي العام لكن فهذا ما صار يجب أن نواصل العمل فيه لكن علينا أن نعمل لخلق وقائع على الأرض عبر استفادة من تغيرات بتحصل في العالم التواصل مع العالم والانفتاح عليه باستراتيجيات جديدة قضية مهمة القضية الأهم القضية الأهم جدا لكل الفرقاء الفلسطينيين هو اجتياز اختبار الجدارة مش بس اختبار الحق نحن لدينا حق والعالم أصبح يتعامل مع هذه القضية باعتبار أنه فعلا هناك حق فلسطيني حق وطني فلسطيني لتكوين دولة إلى أخير ولم يعد هناك هذا محل جدل في أغلب العالم 170 صوت بيروحوا لفلسطين في الجميع العامة في أي عرض لحاجة تعلق بالقضية الفلسطينية لكن يبقى اختبار الجدارة نحن جديرين بدولة قادرة على إدارة كفقة نزيهة قادرة على إحداث تنمية ديمقراطية تستوعب الجميع هذا هو الاختبار الذي في إدنا إحنا مش في إيد حد تاني ومازال في يعني تعثرات فيه إذن التعامل مع تغيرات العالم واحد اتنين التعامل مع الأوجه التعثر اللي أصابت المشروع الوطني الفلسطيني واللي خلت هناك علامات استفهام حوالين قضية الجدارة هتصور دول التحديين الأهم وتبقى قضية الانقسام لأنها تعيش معنا زمن طويل إذا نجح أحد الطرفين الفلسطينيين في أنه ينتصر فعلا في معركة الوطنية سيستطيع أن يهضم يبتلع يجذب الطرف الآخر بشكل تلقائي لكن إذا الجميع في الهم شرق إذا الجميع في الهم بيطلقوا شعارات وستراتيجات غير قابلة للتحقق فلماذا أتخلى عن استقلالية الزاتية كحماس أو كفاء علشان مشروع أصلا في شك في نجاحه فلننجح لننجح عبر استراتيجات جديدة مع العالم وعبر استراتيجات جديدة على ما بقي في أيدينا من أراضي فلسطينية فلسطيني